اشتركوا في القناة مش بالطريقة اللي انتم متعودين عليها لا رح يكون فيها ايجابيات ومغريات اعيشك بهم ولا رح اعطيكوا سلبيات ودمركوا واخليكوا تحبطوا التوقعات السنة رح تروح مثل اللي متعودين على التوقعات اليومية اللي كانت تنزل اللي هي بيوت 12 بيت يعني احداث حياتك بالكامل من نفسية من مال من تنقلات من بيت من امور عاطفية من امور سفر من امور عمل من امور صحة من امور مكائد من كل الامور رح نحكي عنها تواريخها يعني زي رزنامة فعشان هيك الامر بتطلب منكو ورقة وقلم للتسجيل خصوصا للبيوت اللي انتو بدكو يعني كل بيت رح اشرح البيت هو معناها برج بيصير اسمه بيت على حسب برجكم رح نشرحها بالتفصيل وكل بيت شو معناه وبيأثر على ايش افضل الاوقات لالو اسوأ الاوقات لالو الافضل الاوقات اللي احنا منقول لكم مميزة هاي رح يصير فيها احداث ممكن تستفيدوا منها رح نحكيها فعشان هيك بتطلب ورقة وقلم عشان انتو تسجلوا ما رح اعيشكو بوهم ولا رح احكي لكم اي اش بوهم اللي احنا منحكيه عبارة عن علم مبني على حسابات بدون اي فزلكات بدون اي اوهم ولا انت احسن برج وانت بدك تتجوز وانت بدك تطير وانت بدك تسافر وانت هذا الكلام لا احنا رح نكون يعني محايدين تماما في نقل صورة الابرج وفي نفس اللحظة تواريخ زي رزنامة تستغلها بدون ما ترجع لا اي فلكي وتكون ماشي معك بشكل ممتاز جدا وتحسب عليها انت لحالك وتعمل زي خارطة فلكية لا اليك لحالة خاصة فيك اذا اخدت التواريخ زي ما انا رح اذكرها وبنفس الطريقة اللي رح اذكرها اعرف انه انت باذن الله رح تتجاوز يعني سنة رح تكون مهما كانت ضاغطة رح تكون ممتازة بالنسبة للك فعشان هيك يا ريت انه انتو تركزوا ممكن تطلب تسمعها مرة او مرتين حتى لو طلبت انك تحفظها احفظها ما تنسوني من الدعم اذا عجبك المحتوى حط لايك اكتب شير حاول توصلها للناس خلي الناس تستفيد منها ما عجبك المحتوى عادي حط اللي ديس لايك وعمل لي انه ما بدك تتابعني او بلوك او اي اش انت بدك يا انت حر خلينا ندخل على التوقعات مباشرة عشان ما اطيل عليكم المقدمة هاي هاي المقدمة رح تنزل على كل الابراج طبعا اللي انا بحكيه هو بنطبق على البرج وعلى الطالع يعني لما نحكي برج الحمل هو اللي برجهم حمل يسمعوا واللي طالعهم حمل يسمعوا الثور نفس الشيء برجهم وطالعهم ايه بنطبق عليهم وبنطبق على هدول فقد انت الجهتين ما انه علاقة في البرج الباطن والبرج المش عارف ايش وبرج القمري وبرج المش نازل والطالع هذا ما انه في انه برجك الشمسي وطالعك الشمسي لما احكي الحمل موليد برج الحمل واللي طالعهم حمل هم اللي بيستفيدوا من هاي التواريخ بحكي عن الأسد برجهم الأسد وطالعهم الأسد هم اللي بيستفيدوا عن هاي الأمور وكل واحد بقيس على حسب معرفته في علم الفلك ما عرفت فيه في صندوق الوصف جدول تقدر تطلع منه طالعك فيه موقع بشرح لك كيف تستخرج طالعك منه يعني أنا معطيك زبدة الموضوع خلينا نروح على توقعاتنا السنوية برج الأسد طبعا بالنسبة لبرج الأسد هو نفس بيتك الأول هو برجك فعشان هيك هذا البيت إله علاقة بالشخصية والمظهر الخارجي وطريقة التعبير عن أنفسنا اتجاه الغير وهي بداية عامك يعني بداية العام الجديد اللي أنت بتبلش تحقق فيه كثير من مكاسب وبتبدأ مرحلة جديدة في حياتك طبعا هاي قوتها هي رح تكون من 27 ستة ل 22 ثمانية صحيح أن وجود الشمس من 22 سبعة ل 22 ثمانية بتبلش بشكل متصاعد لغاية ما يوصل تاريخ ميلاد كل واحد في موليد برج الأسد ليحقق الأشياء اللي بده إياها ويشعر بالقوة والتحسن وبرضو الزهرة بتخفف عليه اللي هي من 27 ستة ل 22 سبعة بتخفف ضغوطات الشمس اللي بتكون موجودة في بيت المتاعب أهم شي انكوا تحذروا اللي هي فترة وجود المريخ اللي هي من 11 على 6 لغاية 29 سبعة هاي أصعبها بسبب وجود المريخ في هذا البيت بيخليكوا عصبيين وتتخذوا قرارات شوي ممكن تكون صعبة أو مرتجلة بدون تفكير حافظوا على عصبيتكوا أما بالنسبة للبيت الثاني هو البيت اللي له علاقة بالمال وهو بيت العذراء برج العذراء هو بيتك الثاني هو بيت الممتلكات والأموال والمكاسب المادية والروحانية والمؤسسات المالية والبنوك والمعادن الثمينة وما يتوجب علينا الاستثمار والإنتاج وردود أفعالنا تجاه الظروف المالية ككل هي طبعا رح يتأثر من 22 سبعة لغاية 22 تسعة من ناحية إيجابية أقواها بالحضوض هي من 22 سبعة لغاية 16 ثمانية هاي قوتها اللي بتيجي فيها حضوض مالية ومكاسب مالية وفترة من 22 ثمانية لغاية 22 تسعة هاي برضو بتعطيق قوة عالية جدا دير بالك من المصاريف للزيادة بس وبعض الضغوطات المالية اللي ممكن شوية تتصرف أنك تصرف فلوس بدون حساب هي من 29 سبعة لغاية 15 تسعة أما بالنسبة للبيت الثالث اللي هو برج الميزان هو بيتك الثالث وهو بيت قوي جدا بالنسبة لإلك بيت السفر القصير والتنقلات والاتصالات وصائت النقل والاستراد والتصدير والدراسات والهوايات والامتحانات والجيران وشراء والبيع والإخوة والأخوات والأقارب المفروضين عليك والمقربين والأصدقاء ككل هذا البيت من أقوى البيوت بالنسبة لإلك بالنسبة لحركتك ونشاطك وتفكيرك أقواها بالنسبة لقدرة اللي بتصير عندك هي من 16.8 لغاية 16.11 حضوضك هي من 22.9 إلى 23.10 أما الفترة اللي ممكن تحقق من خلالها مكاسب إمكان نجاح بالامتحانات أو سفريات أو شراء سيارة أو هاتف هي من 16.8 لغاية 10.9 بدك تحذر لأنه في عندك فترتين سلبيات هي فترة تراجع وطارد اليوم من 27.9 لغاية 18.10 والمريخ اللي رح يتواجد في هذا البيت من 15.9 لغاية 30.10 أما بالنسبة للبيت الرابع وهو تربيع مع برجك هو بيت البيت وهو برج العقرب هذا بيت العائلة بيت العقارات بيت الطفولة محل الإقامة حيازة الأمتعة والأثاث والحياة العائلية وبتدل برضو على الأب تركيز عليها رح يكون من 10.9 لغاية 17 وبرضو من 23.10 لغاية 24.11 في منكو ممكن تدخل فرحة عليه على البيت أو يصير عندهم مناسبة أو طفل جديد أو أشياء لها علاقة بتجديد بيت أو أمور زي هيك اللي هي من 23.10 لغاية 22.11 أما قمة الحضوض اللي هي ممكن تنجز إنجازات كبيرة حتى مصالحات وقوتك بالعائلة أو مصالحات بأنواعها هي من 10.9 لغاية 17.10 بدك تحذر من عصبيتك برضو والانفعالاتك داخل البيت والمشاكل العائلية اللي هي بتيجي من 30.10 لغاية 13.12 أما بالنسبة لبيت الحضوض اللي هو البيت الخامس لا إلك اللي هو برج القوس هذا طبعا البيت الحضوض المطلقة إحنا منسميه بيت العاطفي والحض والمقامرة الترفيه المسرات الأولاد الفن برضو إلو بدل على الملذات وعلى التجارب الجنسية والرغبات والشهوات المادية والمضاربات وعلاقة عاطفية ممكن تدخل حياتك هي الفترات بتيجي من بداية العام يعني من 1.1.2021 هي قبلها أنت بتشعر في هذا الأمر لغاية 8.1 ومن 17 ولغاية 5.11 ومن 22.11 ولغاية 21.12 أقواها يعني بتعطيك دعم شوي هيك بتحس أن الأمور تغيرت معاك هي من 22.11 ل21.12 ولكن وجود الزهرة اللي هو من بداية العام وحتى 8.1 وبرضو من 17 ولغاية 5.11 اللي ممكن تدخل بعلاقة عاطفية أو تبدأ بمرحلة خطوبة تطوير علاقة ولكن بدك تحذر اللي هي فترة المريخ اللي هي في آخر السنة في 13.12 لغاية نهاية العام وبرضو خسوف القمر وكسوف الشمس اللي هو من 26.5 اللي بصير فيها الخسوف و 14 اللي بصير فيها الكسوف بدك تحذر لأنه هذول راح يصيروا بالقوس أما بالنسبة للبيت السادس وهو بيت صعب شوي ثقيل بكون خصوصا على العمل على الصحة على الخدمات الطعام الحيوانات الأليف الحاجات اليومية المسئوليات اليومية والمهام التغذية والحمية وعلم الطب أو كل أمور بإلها علاقة بالطب وأم الحقاته الأمراض العابرة والحوادث اللي ممكن يتعرض لها الشخص فهاي بدك تكون حذر فيها من بداية العام لغاية 1-2 وبدك تنتبه برضو من 5-11 وحتى نهاية العام طبعا في فرص اللي هي بتيجي لها علاقة بعمل جديد أو ممكن تطوير علاقة ما بينك وبين أحد الزملاء بتيجي من بداية العام وحتى 19-1 ومن 21-12 وحتى نهاية العام أما قوة الحلول فيها هي من 8-1 لغاية 1-2 ومن 5-11 لغاية 19-12 بدك تحذر اللي هي فترة تراجع الزهرة نهاية العام يعني في فترة من 19-12 وحتى نهاية العام وبرضو تراجع بلوتو اللي ممكن يسبب لك خلافات في مكان العمل أو ممكن يعمل اضطرابات صحية اللي هي من 27-4 لغاية 16 يعني بدك تدير بالك على صحتك أي أعراض جانبية حاول أنك تراجع فيها طبيبك أما بالنسبة لبيتك السابع اللي هو بيت الشراكة والزواج والطلاق اللي هو الشراكة في العمل والعاطفة والسمعة الشخصية والخطبة والزواج والطلاق وتوقيع العقود التجارية والأعداء الظاهرين والعالم الخارجي والقضايا والدعاوة القضائية هو هذا بيتك السابع طبعا يعني من بداية العام لغاية 14-5 رح يكون فيه تأثير قوي عليه من 18-10 لغاية 29-12 قوة الشيء اللي ممكن تجيك حظوظ فيه هي من 1-2 لغاية 25-2 ممكن يصير ارتباط زواج تطوير علاقة انتقال لمرحلة جديدة رح تفتح لك مجالات كبيرة ولكن بدك تدير بقى لك انه شوي طاقتك ممكن تكون ضعيفة اللي هي من 19-1 لغاية 18-2 فترة تراجع المشتري صحيح ان المشتري موجود عندك وهو مقابلك في بيت الشراكة تماما رح يعطيك حظوظ من بداية العام وحتى 14-5 وكثير من موليد برج الاسد رح يرطبته في هاي الفترة وخصوصا من برضو من 18-10 ولغاية 29-12 ولكن فترة تراجع المشتري شوي ممكن يصير بعض الخلافات اللي هي بتيجي من 28-7 لغاية 18-10 وفترة تراجع عطارد اللي بتيجي من 30-1 لغاية 21-2 هاي بتكو تحذروا فيها من بعض الخلافات مع شركائكم اما بالنسبة للبيت الثامن اللي هو يعني هذا بيت شوي احنا نعطيه نوع من انواع الصعوبة هو بيت التاركات والديون والضرائب والشؤون المالية والمتعلقات بشراكة وصحة احد الاحبة وبدل برضو على التغيير والروحانيات والعالم الاخر والجنس والشهوات وامور الاختفاء يعني بمعنى اخر كل اشي مغيب او غيبي ممكن يكون في هاي الفترات فعشان كيف بدك تحذر اللي هي او تنتبه من ثمنتاش اثنين لغاية اربعة اربعة من اربعتاش خمسة لغاية عشرين ستة ومن تسعة وعشرين اتناش ولغاية نهاية العام يعني الفترة اللي الشمس ممكن يتأثر عليك اللي هي من ثمنتاش اثنين لغاية عشرين ثلاثة ممكن تعمل بعض التأثيرات تحصل بعض الديون او بعض الامور اللي بتتعلق فيك ولكن قوتها هي فترة وجود الزهرة من خمسة وعشرين اثنين لغاية واحد وعشرين ثلاثة المشتري رح يدعمك في هذا المكان اللي هي من اربعتاش خمسة لغاية عشرين ستة ومن تسعة وعشرين اتناش وحتى نهاية العام بدك تحذر اللي هي من النصب والاحتيال او ينصب عليك او تغامر بمشاريع ممكن تكون ضدك مش لمصلحتك هي من عشرين ستة لغاية ثمنتاش سبعة بالنسبة للبيت التاسع وهو يعتبر من الاقوية او من البيوت القوية للايلك والحليفة اللي هو برج الحمل بيتك التاسع وهو بيت السفر لبعيد وبيت الاتصالات مع اشخاص خارج البلاد بيت الفلسفة والدين والمعتقدات الروحية والدراسات الجامعية والاستراد والتصدير والامور القضائية اللي ممكن تحسن فيها لصالحك طبعا افضل الفترات هي بتيجي من عشرين ثلاثة لغاية تسعتاش اربعة وجود الشمس من عشرين ثلاثة لغاية تسعتاش اربعة هذا بعطيك قوة كبيرة بتعطيك دعم قوي جدا في محتمل منكو الناس تسافر او تدخل في تخصصات جديدة بدراسة جامعية او علاقة مع ناس اجانب فترة وجود الزهرة من واحد وعشرين ثلاثة لاربعتاش اربعة هاي بتعطيك حضوض مطلقة في هذا المكان بدك تستغلها على اساس انه هاي هي اللي بتبني عليها اساس السني كاملة بالنسبة للك من امور ممكن انها تكون لصالحك بشكل قوي اما بالنسبة للمريخ اللي ما زال موجود في الحمل طبعا هو بيأثر عليك وعركس عليك كثير امور لها علاقة في هذا البيت رح يستمر الضغط عليك لغاية سبعة واحد فبدك تكون حذر لهذا التاريخ اما بالنسبة للبيت العاشر اللي هو برج الثور هذا بيت السمعة بيت متناقض اذا ما بقيت جاهز يعني ممكن يأثر عليك بشكل سلبي ممكن يشوه سمعتك ممكن تخسر منصب او تخسر عمل فيه وبرضو العكس اذا كنت جاهز ممكن ترفعك منصب او ترفيع او ترقية وممكن انك تحقق انجازات ما كنت تتوقعها الفترة اللي عليها العين او التركيز هي من 14.4 لغاية 20.5 طبعا وجود الشمس اللي هو من 19.4 لعشرين خمسة بعطيه قوة في هذا المكان ولكن الزهرة وجودها في هذا البيت ممكن ترفعك بمنصب عالي جدا او شهرة اذا استغليته بشكل كبير اللي هو من 14.4 لغاية 19.5 دير بالك تشوه سمعتك من 71 لغاية 4.3 او تتصرف اي تصرفات ممكن انها تسبب لك مشاكل ممكن تستمر معاك فترات طويلة وبرضو اللي هي الفترة اللي بصير فيها خصوف القمر الجزئي اللي هو يوم 19.11 اما بالنسبة لبيت الاصدقاء طبعا بيت الاصدقاء هو بيتك 11 هذا البيت قوي جدا رح يحقق لك اشياء جيد جدا اللي هو بيت الرغبات والاماني والامال والصداقات والنشاطات الاجتماعية والاصدقاء الموثوق فيهم اللي بيقدموا لك نوع من انواع الدعم والحماية وبرضو هذا الو علاقة بالعواطف واللي متعلقة بالحب العذري اللي هي بتيجي الفترة من 4.5 لغاية 21.6 ومن 22.6 لغاية 11.7 اقوى ها وجود الشمس في هذا البيت اللي هو من 20.5 لواحد وعشرين ستة ولكن الاقوى واللي رح تحقق فيها نتائج مذهلة هي من 9.5 لغاية 2.6 بدك تحذر بشكل كبير لانه الفترة هاي رح يكون فيه عندك تراجع وطارد في هذا البيت اللي هو من 30.5 لاثنين وعشرين ستة رح تسبب لك بعض الضغوطات فدير بالك انك تشوه سمعتك او تخالف القوانين وبرضو وجود المريخ من 4.3 لغاية 23.4 هاي بيضغطك بيخليك غصبة عنك تتجه للعنف او للاشياء اللي ممكن تسبب لك خلافات او تخسر فيها اصدقاء دير بالك فترة كسوف الشمس الحلقي برضو يوم 10.6 اما بالنسبة لبيت المتاعب فبيت المتاعب اي كوكب بدخل عليه دائما بيكون ضعيف فبما انه بيت المتاعب هذا اله علاقة بالمؤسسات الكبيرة والمستشفيات والسجون وصلاة العرض والفنون والتقييدات والاسرار اسمه بيت المتاعب بيت المحن الكبيرة والامراض الخطيرة والمهلكة والمزمنة والسجون والمعتقلات والاعداء الخفيين والوحدة والعزلة ويعني اشياء لها علاقة بتكون دائما ضاغطة بشكل كبير اللي هي بتفلتر فيها او بتغربل او بتصفي كل الاعباء والاخطار اللي كانت عليك طول السنة بتصفيها في هذا الشهر عشان تبدأ صفحات جديدة الفترة هاي بتكون من اثنين ستة لغاية ثمانية وعشرين سبعة طبعا وجود الشمس من واحد وعشرين ستة لاثنين وعشرين سبعة هاي بتكون ضاغطة عليك بشكل كبير ولكن الزهرة ممكن تخفف عليك شوي اللي هون اثنين ستة لغاية سبعة وعشرين ستة يعني تحميك او تكون زي الملاك الحاملة اليك طبعا باذن الله اللي تنقذك من بعض الاشياء او بعض الناس اللي بتأمروا عليك بالخفاء بدك تحذر برضو وجود المريخ اللي بخليك تتصرف اشياء صعبة وبرضو ممكن تأثر على صحتك شوي اللي هي من ثلاث وعشرين اربعة ولغاية احداش ستة هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا العام والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء